واقع مرير تعانيه محافظة المثنى منذ ثمانية عشر عاما في مختلف القطاعات إلا أن المعاناة تبدو أشد في الجانب الصحي ففي مدينة السماوة التي تمثل مركز المحافظة لا يوجد سوى مستشفى واحد يعود عمره إلى أكثر من خمسة وثلاثين عاما ويعاني من نقص كبير في الأجهزة والمعدات الطبية فضلا عن عدم صلاحية بعض أجزائه بالحكومات التي يجت للمحافظة والحكومة المركزية لم يطلق عناية للمحافظة يعني تطب للمستشفى أبسط علاج بالمستشفى لا موجود يروح المراجع يدور بالصيدليات على حساب الخاص يشترك صالة العامليات مغلقة تروح التحاجي يقول لك بالخاص لذلك يشوف الناس حاليا ما تتوجه للمستشفى تروح لعيادة الخاص لا يوجد تطوير بهذا الواقع عزوف وخروب أو خروج أغلب الأطباء ذوي الخبرة العالية لخارج البلد بسبب عدم الاستقرار واثنين عدم دعم هذا القطاع بشكل صحيح ورغم محاولات بناء المستشفى الألماني لكنه توقف منذ سنوات لأسباب تتعلق كما يقول الأهالي بالفساد المستشري وسوء الإدارة التي تحول دون إنجاز المشاريع التي تخدم المحافظة بينما تؤكد دائرة التخطيط في المثنى أن المحافظة بحاجة ماسة إلى أربع مستشفيات جديدة لتغطية الاحتياجات الصحية لسكانها بالنسبة للمستشفيات الموجودة عندنا هي مستشفية واحدة فقط وبالنسبة للقطاع الصحي منهار تماما غير ذلك عندنا غير مستشفى الألماني غير مكتملة لحد هذه اللحظة وهي نسبة الإنجاز الموجودة بها تراوح إلى الأربعين أو الخمسين بالمئة محافظة المثنى الذي يصل سكانها إلى حوالي 900 ألف نسمة الآن فيها المؤسسات الصحية لا تتجاوز أربع مستشفيات حالية مع قدم هذه المؤسسات وضعف البنى التحتية لها المعايير التخطيطية بحسب المعايير التخطيطية فأن المحافظة تحتاج إلى أربع مستشفيات أخرى لتغطية الخدمات الصحية ولتوسيع هذه الخدمات ولتحسين تلك الخدمات على مستوى المحافظة ترد كبير في القطاع الصحي تعيشه مدن وأقضية محافظة المثنى فضلا عن القرى والأرياف حالة تكشف حجم الإهمال والفشل الحكومي وعلامة أخرى على دولة متداعية خلفها نظام سياسي فاسد ترجمة نانسي قنقر